يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كاري الذي وصل إلى جينيف نظيره الإيراني محمد جواد ظريف فيما تسعى القوى الكبرى إلى تسريع المحادثات للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني وقال كاري إن الهدف من محادثاته مع ظريف هو إجراء تقييم وتقديم التوجهات لفريقهما المفاوضين قبل المناقشات الجديدة التي ستستأنف بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران في جينيف الأحد وتأمل تلك الدول إلى التوصل إلى إطار من المحادثات بحلول مارس أذار والتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول الثلاثين من يونيو حزيران وكان جواد ظريف صرح أن قيم روسيا بدور أكبر يمكن أن يسرع المحادثات بعد تحديد الأول من تموز يوليو مهلة نهائية لتوصل إلى اتفاق شامل وقبل ذلك تفقد الرئيس الإيراني حسن روحاني محطة بوشهر النووية جنوب البلاد وجل روحاني على أرجاء المفاعل يرافقه علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية ومسؤولين آخرين وقال روحاني إن إيران وروسيا وقعتا على اتفاق أولي من أجل بناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر نريد أن نوفر قسما من الكهرباء في إيران عبر المفاعلات النووية وقد بدأنا ذلك بالفعل وسيستمر هذا الأمر وشدد على أن إيران ترغب في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية محطة وقد بدأ العمل في محطة بوشهر التي يبلغ إنتاجها ألف ميجاواط عام 2011 وهي توفر الكهرباء بنسبة أربعين في المئة من قدرتها وتوفر روسيا حاليا الوقود الذري للمحطة يولا زهر الدين بي بي سي